أعطيكم العافية جميعاً رح نبدأ أولاً في البداية طبعاً نشكر في البداية عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة الملك خالد لتعاونها في استضافة الندوة الإلكترونية طبعاً الموادرة هذه أو الندوة هي إحدى مبادرات تعزيز التعلم الرقمي نستضيف فيها مجموعة من المميزين وصناع التعلم الرقمي في المملكة العربية السعودية ومن خارج المملكة وسبق ووجهنا وطلبنا إذا في أي أحد أو أي معلم أو معلمة أو شخص لديه اهتمام بالتعليم الرقمي وبصناعة أو تطوير التعلم الرقمي في المملكة العربية السعودية استطيع التعاون مع مبادرة تعزيز التعلم الرقمي في نشر هذا النوع من التعلم في البداية موضوع الندوة كما هو واضح صناعة الألعاب التعليمية الرقمية Digital Educational Game Industry والمتحدثة اليوم بإذن الله راح تكون أستاذة نورة آل سنور من تعليم منطقة نجران طبعاً معكم أستاذة أريج الغامدي عبوة مبادرة تعزيز التعلم الرقمي ورح أحاول أدير الندوة إن شاء الله بما يتلاءم مع محاور أو محتوى الندوة سوف تكون الأسئلة والنقاشات في الجزء الأخير من الندوة أستاذة نورة تقدري تتفضلي تبدأي ورح أعرف فيك بعد الشريحة التالية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرحب فيكم جميعاً أخواتي وأخواني الحاضرين وأرحب أيضاً بالأخت الغالية أريج الغامدي شاكرة لها هذه المبادرة وهذه الدعوة الإترائية بإذن الله تعالى كما أقدم شكري لعمادة جامعة الملك خالد وبالأخص دكتور محمد الجار الله وكذلك الأستاذ الحسين المعي شاكرة لكم جميعاً هذا التعاون وهذا التعاوض من أجل الإنجاز ومن أجل تصليط الضوء على التعلم الرقمي في التعليم بالمملكة العربية السعودية والمتابرة من أجل خدمة الطالب وتسهيل العملية التعليمية على المعلم بإذن الله كما ذكرت الأستاذة أريج راح نتكلم اليوم بإذن الله عن صناعة الألعاب التعليمية الرقمية وكذلك راح نصلط الضوء على أحد أهم المواقع التي استخدمتها شخصياً وكان لها أثر بالغ في الكلاثروم وأثر بالغ على تعلم الطلاب نعطيك العافية أستاذة نورا الشريحة التالية لو سارحتين في البداية راح نعرف بالأستاذة نورا طبعاً هي غنية عن التعريف أستاذة نورا بنتهادي بن صالحة السرور عضو المجلس الاستشاري للمعلمين في وزارة التعليم ومدرب معلم خبير مايكروسوفت بكالوريوس شريعة وماجستير الأداء في وسائل وتكنولوجيا التعليم حاصلة على عدد من الجوائز المحلية إقليمياً ودولياً عضو في العديد من اللجان التعليمية على مستوى الوزارة والتعليم العالي والإدارة التعليمية ومؤسسات ومنظمات محلية ودولية مؤلفة وآديبة وكاتبة لمقالات تعليمية واجتماعية منشورة بالصحف المحلية باحثة في مجالات العلوم الرقمية وتكنولوجيا التعليم بما يعادل 11 بحث منشور لقوة إلا بلا ما شاء الله يعني عبر المجلات والمؤتمرات المحلية والدولية في الحقيقة سيرة غنية جداً وسعيدين بيتواجدها معنا اليوم ونشكر لها بالرغم أنها ما هي موجودة حالياً يعني استاذة نورا حاضرة لمؤتمر مستلزمات التعليم قس المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي وبالرغم يعني صعوبة التواصل إلا أنه كانت موجودة معانا اليوم وممكن في الأخير تعطينا نبدأ عن أهم الأشياء اللي شافتها في المؤتمر باختصار يعني فيعني نبدأ المحاولة استاذة نورا الجلسة معاك تفضلي بإذن الله بإذن الله هذا تكريف جديد استاذة أريش لكن مقبول إن شاء الله وإن شاء الله كله تبضوا على ما أثير في مؤتمر الجس بهذا العام الـ 2017 بإذن الله بإذن الله عندنا هنا محاور ندور رح نتكلم بإذن الله عن المشكلة والأهداف والإجراءات الإحصائية كذلك توصيف جزئي للتصور المقترح الذي تم من خلال لعبة من الألعاب سمسل طيال ضوء في ما هو آتي كذلك هناك توصيات وهناك نتائج لهذه الدراسة أو لهذه الورقات المعروضة مقدمة قال تعالى وقل اعملوا فسير الله وعبلكم ورسوله والمؤمنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم البشرية وهذه الإنسانية وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين التعلم أو التعليم القائم على استخدام الألعاب الإلكترونية من أساليب التعليم المعاصرة وقد طبقت المدارس العربية حديثا مع وجود مع وقاته السلبيات التي تواجه هذا التعليم وبالتالي يطبق هذا التعليم بالمدارس العربية أو تطبيق هذا التعليم بالمدارس العربية يحتاج إلى وقت أطول وإمكانات جبارة ولعل هذا المشروع يحاول تقديم الاقتراحات والرؤال المؤسسات العربية التعليمية من أجل تطبيق هذا التعليم طبعاً كما نعلم في وزارتنا ولله الحمد توجه كبير جداً وخصوصاً مع رؤية 2030 إلى الاتجاه أو التحول الرقمي فهذا ولله الحمد ما سيساعدنا كثيراً على تخطي بعض المشكلات التي كانت في السابق من خلال التعلم الرقمي في إيجاد الأدوات والأجهزة والوسائل وتوفيرها في المدارس بإذن الله كذلك تطلعات المعلمين الآن يمكن لاحق في مؤتمر جسد ممكن أقدر أقول خمسين في المئة من الحضور كان الملفاء الرئيس السعودية سواء كانت ذكوراً أو إناثاً وكان الجميع فعلاً طمحين وشغفين بما يزخر به المؤتمر من رقميات ومن أركان تعليمية عالمية تركز على التعلم الرقمي طبعاً الهدف من استخدام الألعاب الرقمية وهو محور حديثنا لهذا اليوم بشكل كامل نمج الألعاب الإلكترونية في المجالات الدراسية لمنهج المدرسي فالألعاب تعد من المشاريع التعليمية الرائدة في مجال التعليم والتعلم المشكلة التي حاولت أصلت عليها الضوء أنه تشير العديد من الدراسات إلى انشغال العديد من طلاب المدارس بالأجهزة المحمولة بهدف ممارسة الألعاب الإلكترونية حيث ظهرت مشكلة العزوف عن الدراسة المدرسية لدى الطلاب المدارس ولعل برامج الألعاب الرقمية تحد من مشكلة عزوف الطلاب عن الدراسة كلنا نعلم ونعرف ونعي بأن العصر الذي نعيشه هو عصر التكنولوجيا يعني لا يخلو الآن طالب من الطلاب أو طالب من الطالبات من اقتناء أحد الأجهزة اللوحية أو اقتناء الجوال أو اقتناء الكمبيوتر فجدبهم إلى استخدام هذه الأدوات وهذه الأجهزة إلى تحويلها إلى ألعاب تساهم في تعلمهم أعتقد بإذن أنه رح يكون لها دور كبير رح يكون فيها دمج ما بين التسلية والدراسة والحصول على العلم والمعرفة هناك مفاهيم ومصطلحات أود تسليط الضوء عليها بالنسبة للألعاب فهناك مفهوم الألعاب التعليمية وهي الألعاب التي تصمم بهدف تعليم الطلاب مادة دراسية وأكثر من مادة وفهم الأحداث التاريخية الثقافية لتساهم مهارات معينة هذا هو مفهوم الألعاب التعليمية بينما مفهوم الألعاب الإلكترونية في ألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية أو الألعاب الحاسوب التي تكون في الهاتف المحمول وتكون مبرمجة بواسطة الحاسب وتلعب عادة في أنظمة ألعاب الفيديو حيث تعرض في التلفزيون بعد إيصال الجهاز به جهاز الإدخال في ألعاب الفيديو كذلك مفهوم ثالث وهو مفهوم الألعاب الرقمية التعليمية طبعاً هناك فرق بين الألعاب التعليمية، الألعاب الإلكترونية، الألعاب الرقمية التعليمية فالألعاب الرقمية التعليمية الشكل من أشكال التعلم القام على مجموعة من الخطوات والإجراءات المخططة التي يؤديها المتعلم على الكمبيوتر من خلال الالتزام بقواعد معين لتحقيق قدف تعليمي محدد في إطار تنافسي ممتع هذا هو الفرق بين المفاهيم والمصطلحات الثلاثة أحببت إدراجة هنا حتى يكون لدينا حصيلة معرفية واسعة حول الألعاب التعليمية التي ممكن أن نستخدمها في فصولنا الدراسية كذلك هناك دراسات حول الألعاب حاولت أن أجد بعض الدراسات التي نشرت على مستوى العالم في مجال الألعاب الرقمية التي تستخدم داخل الفصول الدراسية كان من أول هذه الدراسات التي تم الاطلاع عليها والاستفادة منها دراسة إليل أو إلينا تشير إلى أهمية العاب الفيديو في العملية التعليمية حتى أن المعلمين والطلاب يقومون بتصميم اللعبة وقد ظهر اتجاه عام في هذه الآونة بيجعل هذه الألعاب أدوات تعليم وتعليم يعني اتجهوا إلى أنه خلاص أوكي الجميع رح يعمد إلى التصميم التعليمي ولكن في مجال الألعاب حيث تحول المناهج إلى لعب أو لعبة يلعبها الطالب باحتراف حتى تصل إليه المعلومات وتكون موثقة في ذهنه بطريقة مسلية هو من الأساس يحبها أو يرتادها ولكن قد تكون بألعاب أخرى غير الألعاب التعليمية لكن هم حولوها إلى أن تكون هذه الألعاب ألعاب تعليمية كذلك دراسة جي تشير إلى مبادة التعلمة التي تعتمد على تصميم واستخدام ألعاب الفيديو في المنهج المدرسي كذلك دراسة إيميلي التي تشير إلى جهود جي يعني الجي كانت في البداية ثم أتت بعدها إيميلي كانت تناقش ما بدأته جي في إدخال ألعاب الفيديو في المناهج وكذلك أنها ذات فوائد مثل زيادة الانتباه للطالب وتعزيز القراءة وتنمية المهارات البصرية كذلك دراسة كاترين تشير إلى دور ألعاب الفيديو في تشكيل وظائف مستقبل الطلاب وهذه الباحثة مصنمة للألعاب بعد أن تركت مهنة التدريس كانت كاترين معلمة فصول إليمنتري بعد ذلك عمدت إلى الحدارة عن مهنة التعليم واشتغلت في مجال التصميم التعليمي وبالأخص تصميم الألعاب التعليمية هناك نظريات للألعاب الإلكترونية سلط عليها الضوء بشكل سريع فهناك نظرية مالوني وليبر للألعاب الرقمية وهي تشير إلى أن نظرية شاملة لتصميم الألعاب الرقمية التعليمية تبنى على ثلاثة محاول هي التحدي الخيال الفضول لابد عندما أقوم بتصميم تعليمي عبارة عن لعبة لابد أن أراعي في هذا التصميم أن يكونك تحدي أن يكون هناك خيال أن يكون هناك فضول وهذه النظرية فعلا أثبتت من خلال مجموعة كبيرة من التصميم التي نشرت على مستوى العالم في الألعاب الرقمية كذلك هناك نظرية جنتر وكيني ووحي تهتم بالاهتمام بنتائج التعلم بمعنى أن المتعلم يجب أن يمر بهرم من المهارات البسيطة إلى الوعق قدر أثناء اللعب ومن أهم نتائج التعلم في هذا النمط أن يكون لدى طالب الإدراك اكتساب استراتيجيات الوصول إلى المعلومات اكتساب مهارات فكرية وحركية فعندما أدمج هذه المهارات في لعبة وأبدأها من السهل إلى المعقد فيتكون لدى الطالب إدراك يتكون لديه اكتساب استراتيجيات كيف يصل إلى المعلومات بشكل سلس وميسر كذلك يكتسب مهارات فكرية ومهارات حركية لأنه يمكن يستخدم فكري يمكن يستخدم اليد خلال اللعبة يمكن يمسك عجلة اللعبة ويمسك اليد الخاصة بتحريك الجهاز داخل اللعبة داخل الجهاز كذلك يمكن يستخدم الماوس هذه كلها مهارات حركية كذلك نظرية اختلال التوازن المعرفي من أهم المحاور التي سلطت عليه هذه النظرية النطج الفكري يعتمد على الإدراك الاستيعاب التكييف وغياب تلك العناصر يحدث لدى الفرد ما يسمى باختلال التوازن المعرفي ويرى فانيك أن ذلك هو مفتاح التعلم في الألعاب الرقبية حيث يشعر المتعلم بحالة من عدم الرضا المعرفي ورغبة في المتابعة لتحقيق هذا الفوز فبالألعاب الرقبية يتم التغلب على هذه العناصر التي تغيب عن الفرد عند اختلال التوازن كذلك نظرية الدافعية نظرية الدافعية فيها يعد الدافع للتعلم من أهم الأمور التي تؤثر في التعلم ذلك أن التعلم يتطلب الجهد ونادرا ما يبدو أنه متعلم هذا الجهد دون دافع الذي يمكن أن يتمثل في الألعاب الرقبية زي ذكرت سابقا للألعاب الرقمية أو الألعاب بصفة عامة شيء محبب لدى الطلاب أو لدى الأطفال أو حتى لدى البالغين فعندما أضع الدرس أو أضع المنهج عبر لعبة تفاعلية لعبة تحدي لعبة فيها خيال لعبة فيها التفكير منطقي تفكير حاسوبي تفكير هرمي مثلا يتبع لأهداف بلوم هنا يجد الطالب نفسه أمام دافع يدفعه لتجربة أو لخوض هذه المسألة العناصر الأساسية للألعاب التعليمية ماذا واضح الصوت عندكم؟ تفضلي أنه مظاهر عندي الشات لا ما عليك إذا في أسئلة رح أخليها بالأخير ورح نتناقش فيها أوكي تمام طبعا ذكرت الأكاديمية العربية للتعلم أو للتعليم الإلكتروني 2010 عدد من العناصر التي تقوم عليها الألعاب يعني بما أدني الآن مصمم تعليمي ولدي منهج ولدي برنامج أو لدي وسيلة من الوسائل التي من خلالها سأقوم بتصميم هذه اللعبة أو بتصميم هذا المنهج على هيئة ألعاب لا بد أن أراعي عدة أناصر وعدة أسس ضرورية جدا لا بد أن أراعي الهدف لا بد أن يكون لدي قواعد للعبة تحدد للطالب أو لللاعب كيف يسير وفق أنظمة معينة في اللعبة كذلك لا بد أن أراعي تكون في هذه اللعبة أو في هذا البروغرام الخاص بصناعة اللعبة يكون هناك منافسة ودائما المنافسات عند الطلاب أو عند الطالبات شيء محبب للنفس حيث يكون في تحدي يكون في إثارة يكون فيها تشويق يكون فيها حراك داخل الكلاسروم كذلك التحدي يعني الطالب يحب يتحدى دائما لاحظ الطالبات في الفصول أنه تحاول تحب كل قدراتها داخل اللعبة حتى تتحدى المجموعة أو تتحدى الزميرة الأخرى كذلك لا بد من وجود الخيال خلاص يعني الطالب أو المتعلم أو اللاعب لا يريد السيستم العادي أو يريد الأمور فرغة منها وملة منها لا بد أن يكون هناك خيال لا بد أن يكون هناك شيء يفوق الواقع أو يفوق التوقعات كذلك لا بد أن تتميز اللعبة بعنصر التسلية والمتعة بحيث أن يكون التوازن مطلوب فيكون هناك متعة يكون هناك تسلية يكون هناك مرح بالإضافة إلى وجود محتوى تعليمي نحاول أن يكون هذا المحتوى بداخل فكر ومفهوم ومعارف هذا الطالب هناك مميزات للألعاب التعليمية من أهمها أن الألعاب التعليمية الإلكترونية ممتعة فيها تشويق فيها جلب بالنسبة لإثبات الذات اللعب تحقيق الهدف اعتماد على النفس هذا يعطي طالب إثبات لذاته كذلك دون الحاجة للزميل والإنفراد يعطينا التحرر من الخصومة ومن النزاع كذلك التعلم الجديد والميل الفطري يزيد من دافعية التعلم لدى المتعلم كذلك استخدام أكثر من حاسة بحيث أن نستخدم هنا الحواس اليدوية أو اليد نستخدم السمع نستخدم البصر فتشترك هنا حواس متعددة لدى المتعلم فهذا ما يميز الألعاب التعليمية طبعا عندي برنامج من البرامج جذب صراحة ميني إليه من خلال تجريبة بالسنة الأولى كان بعام 2016 من خلال ما سبق وجدت أن الألعاب سواء كانت رقمية أو محسوسة دورا كديران المستوى تعلم وتحصل طالباتي لاحظت أنه لما يكون عندي لعبة في المنهج ألاحظ طالباتي يميلون إلى الشغب يميلون إلى الاستبشار أن هناك لعبة اليوم في عندهم استعداد جميل جدا لخوض لعبة لخوض منافسة المنهج يقسم طبعا في بداية العام الدراسي إلى وحدات وهذه الوحدات يتم تنسيقها ويتم تخطيطها بالأحرى بحيث أنه يتم التنفيذ عبر مراحل فلكل درس يكونك استراتيجية أو كل وحدة يكون هناك نظام معين للتدريس بالاستخدام استراتيجيات فأنا أختار من المنهج بعض الوحدات ليس كل بعض الوحدات حتى تتم من خلالها تطبيق استراتيجيات اللعب طبعا بالإضافة إلى استراتيجيات عديدة كلها تتميز بالجد والتشويق واستخدام رقمي واستخدام وسائل تكنولوجية أخرى متعددة وكان بين هذه المواقع التي دائما أرتدها للتصميم التعليمي بما أن تخصصي تكنولوجيا تعليم أو العذاب في وسائل تكنولوجيا التعليم كانت الانطلاقة من خلال التصميم التعليمي المنظم والذي يعتمد على أسس وعلى مبادئ فكنت أختار بعض المواقع أو بعض التطبيقات الخاصة بصناعة الألعاب أكثر ما جذبني من بينها كان موقع نظام سيبو العالمي للألعاب الرقمية والتي صممت مجموعة كبيرة من دروس منهج على هيئة الألعاب تحتوي على وسائل متعددة كالنصوص والصور والفيديوهات الخفية المثيرة كانت المنافسة بين طالباتي من خلال هذا البرنامج قوية جدا كان البرنامج داعم ومساند ومساعد في عملية التعليم والتعلم لاحظت شغاف الطالبات حتى وهم في المنزل يطلبون الـ ID أو يطلبون رمز اللاعب أو رمز الفريق حتى يكملون اللعبة في البيت أو يعيدونها في المنزل عوضا عن ما حصل في الفصل من التنافس ومن صوت ما شاء الله للكلاس وتفاعل كبير جدا وستفدت منه طالباتي وطلاب آخرون حول العالم يعني الموقع عندما تم الدخول إلى الموقع يعني كانت قصة جميلة جدا بالنسبة للموقع سيبو برضو ممكن عام 2016 كنت في نفس المكان اللي أنا فيه الآن مؤتمر جس المعرض الدولي أو المنتد الدولي لحلول مستلزمات التعليم دائما أحرص صنويا على الحضور للاستفادة من أحدث برامج التعلم ومن أقوى الشركات العالمية التي تطرح مواقع تطرح تطبيقات تطرح أجهزة تطرح وسائل تطرح استراتيجيات متهيرة جدا للتعليم والتعلم فكنت أحد الأيام في معرض جس 2016 في جولان الكورنر الخاص بأوروبا جلبني التعليم في اللندا كان عالم في اللندا فكان أنا ذاك التعليم في اللندا كان رائد أو الرقم الأول على مستوى العالم في التعليم مريت الكورنر وأخذت بعض البطاقات وتعرفت على الأخوات كانت الميس كاتيا القيسي وفيدا شتا كان العرض من فلندا على منصة تقريبا لشركة لانتافة لتوتاوتو وأخذت بعض المعلومات عن المواقع لديهم وعن بعض الأنظمة فكان من ضمن الأنظمة التي عرضت علينا كانت منصة سيبو بعد عودتي يتم فرز ما اجتمل عليه أو اجتملت عليه حقيبتي من خلال المؤتمر بالوصول إلى نظام سيبو وجدت موقع جميل جدا ورائع قد يتقر إلى لا يوجد فيه ذكر كثرة بالنسبة للغة العربية أو بالنسبة للتفعيل العربي فقمت والله الحمد بالتواصل مع الأستاذات وأخذ الإذن بالدخول إلى الموقع والبرمجة وصناعة بعض الألعاب فجأة لاحظت أن هناك إيميلات تصلني بأنه استمري وأستاذ نورا ونحن نتابعك ونطلب منك أن يكون هذا الليبراري الخاص فيك تكون متاحة لنا حيث أنه لاحظنا هناك وجود للعديد من الجاليات الإسلامية حول أوروبا وحول المناطق بالشرق الأوسط أرتدت الموقع أو أرتدت المكتبة الخاصة لكن هناك ألعاب لم يتم استمح فيها ولم تتم المشاركة بها للآخرين فقمت والله الحمد مشاركة مجموعة كبيرة من ألعابي طبعا الموقع مدفوع عليه رسوم ما يقارب 1500 ريال بالنسبة للسعودي ويستمر معاك الموقع مفتوح لمدة عام دراسي كامل للعمل عليه وفق النظام الخاص فيه لله الحمد لحظت مباركة من رئيس الشركة مستر ريكو بالاستمرار وأنه مستقبلا بإذن الله رح نعطيكي 3 العمل على الموقع 3 وذلك اللي ما لاحظناه من اجتهاد وما لاحظناه من جودة في العمل المقدم وما لاحظناه من ارتياد كبير جداً لله اللي بريري من قبل الآخرين ولله الحمد وافقت على فتح المكتبة ومشاركتها مع الزملاء والزميلات حول العالم وأيضاً قدمت لي دعوة بالدخول إلى المنافسة الكبرى على موقع سيبو مؤخراً لله الحمد تم الفوز وتم دعوتنا إلى مشاركة والتكريم في مؤتمر قطب الشمالي في نهاية ديسمبر الماضي ولله الحمد بالنسبة للنظام سيبو عفواً أكتب هنا خطأة إن شاء الله يكون فيه تعديل سيبو يستند النظام فيه على التعلق التجريبي بحيث يتم إرسال الطلاب خارج الفصل أو خارج الأصف لاكتشاف ظواهر العالم الحقيقي في سياقه الواقعي بحيث يدرسون الموضوع ومن خلال يتعلموا المهارات المطلوبات في المجتمع مثل حل المشكلات الإبداع التكنولوجيا العمل الجماعي يعني كانت التصاميم تناقش وتضاهي هذه المهارات الأساسية وكانت فعلاً جداً فاعلة وجداً لها تركيز وتأثير قوي على الطالبات كذلك النظام سيبو يتبع للشركة الفنلندية لتصميم التعليمي لنتافا لتوتاولو يعطي إمكاني المعليم للتحقيق للطلاب على التعلم في جو جديد وفي جو من المرح كذلك النظام سيبو وسيلة لاختبار ما تعلمه الطلاب هو وسيلة لتمثيل المهارات الرقمية والتي هي من أهم ركائز التعلم في العصر الحالي طبعاً عصر المهارات القرن الحادي والعشرون نظام سيبو يعمل الطلاب من خلاله فهم يستخدمون الألعاب من خلال هواتفهم النقالة أو من خلال أجهزة الكمبيوتر أو من خلال الأجهزة اللوحية الأخرى كذلك يتم اللعب في محيط واقعي وليس في عالم افتراضي ويمكن اللعب في داخل المدرسة أو في ساحة المدرسة أو في وسط المدرسة على حسب تواجد الطلاب أو على حسب البيئة التي تنقلهم أو ينقلهم المعلم إليها هناك أيضاً أن المعلم يشارك دائماً في اللعبة من خلال رصد ويعطى أرى وتقيه مباشرة اللاعبين في التول طبعاً هو المصمم وهو الذي يوجه الطلاب إلى اللعبة لكن قد يكون للطالب رأي في التصميم أيضاً وقد يكون للمعلم تدريب للطلاب من خلال هذه الاستراتيجية أو من خلال هذا الموقع كيف يصنعونهم بعض الألعاب وبالتالي تم التبادل بينهم بحيث أنا جربت إحدى المرات ومثل كان في الفصل الدراسي الأول عام 2018 كان في مجموعة كبيرة من الطالبات اللي في الفصلين كانت جداً زاخرة بالطالبات المتفوقات حتى في مجال اللانجوج هذا مما ساعدني كثيراً فقسمت المجموعات وكانت المجموعة الأولى أو بالأساني المجموعات طبعاً تنفذ أو تصمم معي تمرين للمجموعة الثانية والمجموعة الثانية أيضاً تصمم لعبة للمجموعة الأخرى يتم التبادل فيما بينهم والتنافس في من لعبتهم أصعب أو في من لعبتهم كانت أسرع وهكذا يتم التقييم في نهاية الفصل الدراسي على أجود الألعاب التي تم تصميمها طبعاً الفرق هذه تستخدم هوادف التكية والأجهزة اللوحية بالتعاون فيما بينهم طبعاً تواجهنا سلبيات الاستخدام الرقمي بشكل خاص في الكلاسروم فقد يكون هناك بعض الطلاب أو بعض الطالبات لا يمتلك الأجهزة بشكل مباشر ولكن لله الحمد تم تخطي هذه العقبات من خلال توفير بعض الأجهزة أحياناً من الزميلات أحياناً هناك أجهزة توفر لدينا في المصادر أو مصادر التعلم أو في الغرف التكنولوجية وهناك أيضاً مساهمين دائماً نعمل شراكات مجتمعية خلال السنة الدراسية مع بعض المحلات وكذلك بعض الأسر التي لديها مجالات متعددة في التجارة فيتم هناك التعاون ولله الحمد نحظى بشيء من الاهتمام حيال ذلك هذه الواجهة الرسومية أو المكتب الليبرالي هنا لو تلاحظون تمت المشاركة لجميع اللعبات كما طلبت مني المنظمة هنا الألعاب كم اللعب طالباتي فيها وكلها مواضيع خاصة بدروسنا باللغة العربية من منهج العلوم الشرعية هذه هي الواجهة الرسومية للعبة طبعاً هذه صفحة المعلم ممكن أعدل من المنطقة هذه أدخل على اللعبة وأعدل من المنطقة هذه لو كان الوقت يساندنا أو كانت الندوة بمعنى دورة كان ممكن دخلنا لكن بإذن الله يكون لنا لطاء آخر فتكون كورشة عمل أو كدورة تدريبية لكيفية العمل بشكل أوسع أو بشكل عدق باستخدام الموقع ممتع جداً لديك خيار في وضع الصور المعينة لديك خيار في وضع الفيديوهات لديك خيار في اختيار النصوص واختيار الدروس التي تستطيعين أو تستطيع برمجتها على هيئة لعبة معينة الآن ندخل إلى داخل البرنامج هنا الواجهة الرسومية الخاصة برموز الفريق نلاحظ هنا رمز التفعيل ونلاحظ هنا اسم الفريق ورمز اللاعب أو ممكن يكون اللاعب فرد ممكن يكون اللاعب فريق على حسب ما تختارين أو ما تختارين هنا أيضاً مواجهة الرسومية خاصة بالإرشادات هذه للمعلم لا يراها الطالب وإنما للمعلم قبل أن يبدأ المعلم في التصميم يرى هذه الشاشة أو يفتعل هذه الشاشة التي تدله على كيف يصمم اللعبة عندي اختيارات معينة عندي بحث عن الأحجار الكريمة عندي بحث عن الحين الاختيارية عندي بحث عن الألماسات يعني كذا خيار ممكن أختاره حتى أسمي به اللعبة أو أصمم عن طريق هذه اللعبة وحاول في كل مرة وفي كل لعبة أغير الاختيار للمسميات أو لأصناق اللعب أو اللعبة داخل النظام هنا عندما يفتح الطالب على اللعبة ستظهر له بعض الإرشادات التي تدله على ما هي السؤال أو ما هي التدريبات فيعطي مثلا السؤال الأول كم نقطة السؤال الثاني كم نقطة هل التمارين الغير مرئية تكون في المستوى الأول أو في المستوى الصفري كيف ممكن أن تكون الإجابة عن التدريبات بالترتيب طبعاً لدينا الواجهة الرسومية بعد الفراغ من اللعبة بالنسبة للفريق أو بالنسبة للفرد اللعب هو فرد تظهر لدينا صفحة خاصة أو رسالة خاصة بالنتائج إذا كانوا مجموعات فيبان عندي مجموعة الكادي أو الفريق الكادي المتميزات أو زهرات الحياة ويبان عندي كم أخذ كل فريق من النقاط وهنا تتضح لنا لوحة النتائج كيف يعمل نظام سيبو؟ نظام سيبو بالنسبة للتصميم أو الاشتراك في الموقع كما أسلفت هو برسوم معينة ولكن أرى أن هذه الرسوم تعتبر شيء بسيط جداً مقابل راحة المعلمة وراحة الطالب الطوال العام الدراسي حيث أصمم هذا المنهج بطريقة إبداعية وطريقة سهلة ولا أتكلف مثلاً ممكن أن أعطي الدرس بشكل تقليدي وأتعب في متابعة الطالب والطالبة أتعب في التعميق الفهم والتركيز على المهارات لكن من خلال استخدام البرلمج ومن خلال التصميم التعليمي لهذه الألعاب قد تجد نفسك يا معلم أو يا معلمة في أريحية تامة من خلال شغف الطلاب وحبهم لهذا الموقع الموقع أو لهذه الألعاب طبعاً من هنا يتم الدخول إلى الموقع عن طريق الرابط أو صورة الكود نحن الموقع إلى العربية نختار العربية الحمد لله تم تمكين اللغة العربية على البرنامج أو على الموقع أيضاً الدخول من أيقونة لاعب هذا بالنسبة للطالب إذا كان الطالب أو المجموعات بيدخلون كلاعب يدخلون من كلمة يدخل كلاعب لكن إذا كان المعلم يدخل إلى النظام كمدرب أو كمصمم فيدخل من الجهة الأخرى ولكن يكون بإيميله واليوزر الخاص فيه أو الإيدي لكن أنا صورت الآن كيف يستطيع الطالب الدخول عبر أيقونة كلاعب ندخل هنا الرمز الخاص باللاعب طبعاً كما يعطينا عند التصميم عندما أصمم اللعبة أكتب أسماء الفرق فكل فريق له رمز هذا هو الرمز الذي يدخله مثلاً فريق الزهرات الحياة مثلاً رح يعطينا أيضاً المسمى مسمى الفريق بالإضافة إلى رمز آخر يكتب جنب المسمى هنا عدة مسميات للمجموعات التي كانت منافسة في هذه اللعبة المتعلقات هنا أيضاً الدخول إلى اللعبة ملاحظ هنا مكتوب إبدأ اللعبة هنا بعد الدخول من النظام أو من الواجهة الرسومية الأولى للنظام تفتح لي على هذه الصفحة وبالضغط على هذا الزر يبدأ اللاعب أو يبدأ الفريق باللعب والمنافسة هنا يبحر الطالب في داخل اللعبة شايفين البوينت الأحمر هذا هذه كلها أسئلة بالضغط عليها أو بتمرير المؤشر عليها تظهر أو يظهر السؤال وبالضغط عليها ينتقل الطالب إلى الرسالة التي يوجد فيها السؤال فقد يكون السؤال إما صورة يعلق عليها أو فيديو يستمع له ومن خلاله يستنتج معلوماتهم فاهيم أو قد يكون أسئلة وأجوبة قد يكون صح وخطأ قد يكون اختياري على حسب الخلفية اللي تشايفينها دائما ألاحظ أو دائما أناسب أن الخلفيات الخاصة باللعبة تحمل شيء من الدرس أو تحمل العنوان الخاص بالدرس طبعا عندنا الكسوف الخسوف عندنا التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى عندنا أركان الإسلام الحج والعمرة كل الأمور هذه تم إدخالها وإدراجها في خلفيات الألعاب كل درس بما يتناسب معه نتابع مع بعض الفيديو لبعض الطالبات اللي لعبوا بشكل فردي وأيضا عن طريق مجموعات لدينا هنا لعب إحدى المجموعات وكانت ترشيح لإحدى الطالبات بهذه الطريقة ندخل يا سارة حتى نطبق على الدرس ما انتخبتم يا مجموعة الإبداء؟ سارة تفضلي يا سارة بالإجابة عن اللعبة؟ غير السؤال بالأول يا سارة ما يشرح في عدو حتى حدود الفتوب من الذي يشرح فى؟ ونجد حدود الفتو فيها الثراء يا ساعة رنكزي في الإجابة القلوب والتزارة الأكورة الصلاة والدعاء لست أحسن فيها الصلاة والدعاء أحسن فيها الصلاة والدعاء لنرى هل إجابتك صحيحة المغلطة ممتاز رابطي إجابة صحيحة ننتقل يا خطوة الثانية الحكمة من مشروعية الفتسوق تفضل يا سارة طبعا الفيديو اللي تخلقنا قبل قليل في الدرس إذا ما هي حكمة من مشروعية الفتسوق يا سارة تخويب الضغة لعباده تخويب الضغة لعبادته إذن يرجع إليه ماذا العباد تخويب الضغة والإستغفار والإستغفار نكتب الإجابة كثيرة صحيحة وبدو الأخطاء بلعية يسارة تخويب الله لعباده تخويب الضغة والإستغفار هناك نتائج وبيانات إحصائية من خلال استخدام النظام هنا قبل معرفتي بالنظام وقبل أن أستخدم النظام في فصولي الدراسية في سنة 2018 بالتحديد كان لدي طالبات ممتازات بمعدل 50% كان الجيد جدا مرتفع لله الحمد ولكن كنت أطمح أن يكون الانتياز هو الأغلب أيضاً كان هناك الجيد بما يقارب للتسعون أو خمسة وستون في المائة كذلك المقبول كانت نسبة ضئيلة ولله الحمد ولكن كنت أتمنى أن لا أرى أي ارتفاع في هذه الفئة ولله الحمد ذا يوجد ضعيف بالنسبة للبيانات الإحصائية بعد استخدام النظام خصوصاً بعد استخدام النظام في الفصل الدراسي الأول كانت نتائج الطالبات جداً مبهرة من خلال التقويم المستمر ومن خلال الاختبارات الإحصائية نلاحظ هنا ارتفاع الامتياز ولله الحمد كذلك الجيد جداً كان عالي في الإحصائية السابقة والآن كان صار بإذن الله منخفض للأقل من النص كذلك الجيد جداً ضئيل المقبول لا يوجد كذلك الضعيف لا يوجد لديه في الفصل طالبات ضعيفات أو مقبول ولله الحمد هذا بعد استخدام نظام سيبو أدرج هنا لأخوتي وأخواتي المعلمين والمعلمات للراغبين بتجريب النظام التواصل مع مسؤولات منصة سيبو في الوطن العربي مسكاتيا القيشي ومسفيدا شفتا على الرابط arabic at seibu.com للراغبين مراجعنا التي تم الاعتماد عليها في طرح هذه الندوة المباركة خالص شكري وامتناني لكم جميعاً منظمين وحضوروا مبارك الله في الجميع يعطيك العافي استاذة نورة صراحة بدأتي يعني تجربة جميلة وثرية وفيه أسئلة كثيرة فرح أحاول كده أعدي على مجموعة من الأسئلة فيه مكامل ضمن الأسئلة سؤال هل يدعم البرنامج للغة العربية؟ نعم نعم يدعم اللغة العربية طيب المادة اللي استخدمتها يعني المادة اللي طبقتي عليها استاذة نورة التجربة أو البرنامج كانت مادة دراسات إسلامية صح؟ نعم علوم شرعية طبعا ترى موضوع فعلا يعني توظيفها في مادة زي الدراسات الإسلامية يعتبر شي جديد أتوقع دائما نجا نشوفها في الرياضيات أو في الساينس في العلوم لكن في الدراسات الإسلامية أعتقد شي ثري جدا تبقى عليك استاذة عليج أنت ذكرت نقطة مهمة جدا سأوضحها إذا كان الوقت لاسل فعلا تخصصي فعلا لقد دقنيقا ايوة اوكي تفضلي أريد شريعة ولكن التخصص المرادف له تكنولوجيا تعليم فعندنا هنا وللحمد الدمج من خلال تخصصين دائما ألاحظ التركيز والهيلولة والاهتمام والموارد والتطوير والعلوم الرياضيات اللغة إنجليزية لكن باللغة العربية أو المواد الدين ألاحظها صراحة شبه مهملة نوعا ما في العلوم الرقمية والتطور الحالي فبالعكس إيش اللي جذب المنظمة إلى أنه الليبراري تبعك نحتاجه في الاستضاقة ونحتاجه في المشاركة لاحظوا أنه من بين الألعاب أو آلاف الألعاب ما كان صار يرتاده مجموعة معينة وصار يرتاده مجاميع كبيرة جدا على مستوى أوروبا على مستوى الوطن العربي عندما بحثوا عن هذا المحتوى وجدوا أنه العلوم الإسلامية سبحان الله العظيم فتم ولله الحمد استضافة الألعاب وتمت مشاركتها وتم طلبهم لنا السيد ريكو أليكو وهو مدير مجموعة شركات لينتافى لتوتاولو بفنلندا تمت مقابلاتهم اليوم يعني سبحان الله بالصدفة برضو أتجول في المعرض فكان مدير الشركة حاضر وكذلك كان الطاقم الخاص باستضافتي في فنلند في مؤتمر أركيتيك للتكريم بوينت نتورك لاحظت للطاقم كله موجود وسمحان الله لديهم تقدير وإحترام ولديهم تحفيز لكل مبدع أو لكل معطاء فكان اليوم بالذات نفس الشيء احتفاء في الكورنر الخاص بفنلندا احتفاء وتكريم ومناقشة للموقع ومناقشة ما هي أحدث المستجدات لديك إستاذة نورا على أساس أنه العام القادم نريده أقوى ونريد مشاركتكم كعرب بالنظام والحمد لله تم التطفقات إن شاء الله نصلت الضوء عليها إن شاء الله لاحقا مجموعة الضوء الآن استطاقات مع الشركة إن شاء الله لا تظهر في النور لاحقا بإذن الله لسه يعني بكنا نسمي البقية الاتفاقات مع الشركة أستاذ نورا فيه كثير تساؤل إنه هل يكون هناك دليل إرشادي تقومي بتصميمها أو إحنا إن شاء الله بإذننا نحاول نعمل معاك بإذن الله يعني ندوة بسيطة كيفية العمل على النظام لحسب طلب الأسئلة للحضور وفيه سؤال هل يمكن تصميمها على درس كامل ضمن الأسئلة؟ نعم أكيد بالعكس أنا صممت درس كاملة يعني درس من البداية إلى النهاية عبر اللعبة طيب أستاذ نور عشان الوقت هل يكفي في سؤال هل يكفي وقت الحصة لإستخدام الألعاب؟ هذا السؤال كمان إدارة الصف ناجحة فرح يكفي وأعتقد أنك وضحتي أنه ممكن في الطالب يكملها في البيت صح أو لا؟ نعم يقدر يكملها في البيت ويقدر طالب أنه حتى عني مثلا أعطيه يوزر ومن خلال هذا اليوزر يستطيعه صناعة هذه اللعبة وصناعة لعبة خاصة فيه من خلال إدارتك الجيدة والحازمة للصف تستطيعين اكتساب جهد واكتساب وقت لإدارة اللعبة داخل الفصل وإدارة هذه البيارات والمعارض أستاذ نورة طبعا في من ضمن الأسئلة أنه هل هناك نسخة تجريبية عن الواحد يقدر يجرر فترة أتوقع أنك أمس وضحت لي هذا الشيء نعم في نسخة تجريبية للراغبين على الموقع ممكن تسجيل مبدعي ومن ثم التجريب على الموقع لكن يحدد أعتقد ما دي والله يمكن ثلاثين يوم أو سبعة أيام لأن أحيانا يكون الموقع مفتوح لفترة معينة وبعدين يقفل فأعتقد أنه لما تدفع الرسوم يظل الموقع مفتوح على الدوام وما تضيعي الألعاب يعني لو بدخل مجاني ما بتعب وأروح أصمم ألعاب وفي الأخير يقفل علي الموقع ما استفيد منها لا لو بدفع رسوم بصمم مباشرة ويستمر معاي عام كامل دراسي يعني بحيث أنه يتفعل داخل الفصل يريحني ممتاز ممتاز في سؤال هل أنه من ضمن الأسئلة أنه هل يحتاج مهارات تصميم من قبل المعلم؟ يعني هل المعلم يكون لازم يكون عنده مهارات عشان يستخدم أو يصمم على منصة سيبو مثلا؟ لا بالعكس أنا أعتقد أنه ما في شيء الآن صعب وكلنا مطلعين وكلنا رقميين بالدرجة الأولى أعتقد منه استطاع أن يفتح جهاز اللابتوب ويكتب ببرنامج الورد ويستخدم برنامج الباور بوينت يستطيع أن يصمم لعبة سهل جدا لا تحتاج يمكن يكون فيه تفاوت في السرعة يعني أنه عنده تصميم تعليمي أو عنده تخصص تكنولوجي بيكون أسرع بيكون أمهار بيكون أبدع لكن البقية مستحيل يعني أنه ما يعرف سهل جدا ما في شيء صعب عجبني فيه هنا من ضمن الأسئلة أنه هل ممكن يبقى أنك أنت يعني كنت من الأشخاص الرياديين في استخدام سيبو في المملكة أنه ممكن تتواصلي مع الشركة تخفض الرسوم خاصة إذا كنا نحب أن نسوق للمنتج أحيانا ما بسوينهم دعاية بس هو المنتج صراحة يفرض نفسه والله شوفي ذكرت قبل قليل أن كان فيه عندنا اليوم اجتماع مع رئيس الشركة ومع المنظمات ومع المنظمين وفيه اتفاقات وقلت عليها بتكون لاحقا إن شاء الله باقي حاول هذا يمكن أنت ذكرتوا جزء من الأمور اللي قاعدة أطرحها على الشركة فهم تقريباً حاولوا يخولوني أن يكون لدي صراحيات استقبال المشاركين على الموقع وصراحيات التسجيل وصراحيات المتابعة من داخل المملكة العربية السعودية كسفيرة للشركة لانتافة لتوتاو لكن ما أدري أني أنا خاطر يكون عندي مشكلة في الوقت يعني مشتركة في كذا منظمة مشتركة في كذا مؤسسة كلها أعمال وكلها مشاركة تحتاج سفر وتتطلبون لدي أيضاً فصل تعليمي ولدي إدارة تعليمية كاملة تحتاج دورات تدريبية الموضوع هذا أشكل علي شوي بل قيت لهم سأوافيكم إن شاء الله غداً ببعض الرؤى جانسة إن شاء الله أحدد أشوف كيف ممكن أخدم زملائي وزميلاتي بالمملكة العربية السعودية بإذن شكراً لستقبالات شكراً نورا كم عدد اللاعبين المسبوح فيهم لللعبة الوحدة في نفس الوقت؟ على حسب ما يضع المعلم قد يصلون إلى عشرة قد يصلون إلى عشرين يعني لو كان عندي الفصل مثلاً فيه ثلاثين خمسة وثلاثين طالب أقدر أضيفهم؟ طبعاً تضيفين 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 إلين تخلصين أرقام فصلك اللعبة فيها مجال مفتوح لطرح الرموز فممكن أسمي الطالبة وأعطيها رمز أسمي الطالبة الأخرى وأعطيها رمز إلين عدد ثلاثون مثلاً بعد كده أعطي كل طالب في منزله عن طريق طبعاً التواصل بالواتس أو التواصل بأحد موقع التواصل الاجتماعي أفهم إلين حاجة أعطيه رمز اللعبة ويلعب براحة بالبيت من بكرة يجيني يلعب اللعبة مباشرة وأشوف هل هو قادر على الاجتياز بشكل سريع أم لا طبعاً فيه السؤال أنه هذا الندوة مسجلة الندوة بإذن الله راح تكون طبعاً هي مسجلة ريكورد وراح يتم نشرها على حساب مبادرة تعزيز التعلم الرقمي على تويتر بإذن الله هي موجودة وجميع الندوات مبادرة تعزيز التعلم الرقمي موجودة السؤال سيدة حنان تقول إذا عددهم ثلاثين يعني أعطي كل طالب جهاز إش رايك في السؤال؟ يعني سؤال صحيح راقع هم عندهم هم يمتلكون أنت ممكن تساعدين اللي ما يمتلك يعني يكون فيه أكيد لديك جهاز لديك جهاز أتوقع فيه فرق يعني يقدر يلعبوا تيم صح أو لا؟ ويقدرون يلعبون تيم نعم كان في عندنا جائزة أو زائرات من دولة الإمارات العربية المتحدة كانت اللعبة شغالة جدا في الحصة وأظهرت صراحة المقيمات أو الضيفات لأن طالبات كانوا يشتغلون بنظام التيم فعلا يعني ممكن يعني ليس من الضروري أنه يكون ليس من الضروري حسب التصرف يعني المعلمة قادرة على النهوض بالعملية التعليمية داخل الفصل بشتى الوسائل سواء كانت تتوفر لدى كل طالب الأجهزة اللوحية سواء كان الوقت طويل أم قصير سواء كانت اللعبة خاصة بدرس واحد أو خاصة بالمنهج كاملا هذا حسب هذه كلها تعتبر إدارة الصف في سؤال كم يتكلم عن لعبة ماينكرافت طبعا لعبة ماينكرافت توقع أنها لعبة تستخدم في التلعيب وفي كم شخص ذكر مصطلح الجيموفيكيشن أو التلعيب وهو أحد الأشكال اللي استخدمتها أنت بس أنا شايفة أنه هذي التصميم شايفته أنه بسيط أبسط من ماينكرافت أبسط من ماينكرافت بكثير وهو دايريكت ما في مثلا مجال لأنه أدخل بأكواد أو أدخل ب ماينكرافت تحتاج نسخة وماينكرافت تحتاج نسخة نسخة خاصة بالسيرفرات تعليمية يعني لازم تكون بتوفرة أصلا عشان الطالب يقدر استخدمها وأنا استخدمها وفي سؤال كمان من السادة حنان تقول طبعا لازم يكون موجود نت في عندك خيار من الخيارات أن تختارين هل تريدين اللعبة تعمل بدون نت إذا حطيتي الخيار هذا رح تعمل اللعبة بدون نت ولكن لابد أن تكون يعني أكفر على الجهاز نفسها أو على اللعبة نفسها وأفتح على نفس اللعبة وعلى نفس المصدر فيتم اللعب يتواصل اللعب رائع ومن ضمن الأسئلة كيف يستفيدوا طلاب آخرين أتوقع أنك وضحتي هذا قبل أنه فعلا عملتي تنشر للتصاميم حقتك أو للألعاب واستفادوا منها الطلاب في الفنلندا لا تقيم أنا اليوم بالصدفة أنا مريت على الكورنر الخاص بتعليم فنلندا لقيت على الشاشات الكبرى الخاصة بتعليم فنلندا أحد الألعاب كان أركان الإسلام يعني أنا تخيلت صراحة الكورنر كبير جدا بما يعادل ستة متر في عشرة وكل أجنبي وكل يعني كانت الإضاءة من ضمن الشاشات الكبرى في الكورنر كانت أركان العقيدة الإسلامية يعني شيء صراحة يبهرني نحرجت لا أدري حسيت شيء عظيم جدا شيء عظيم وأقدر صراحة تفاهم المنظمين للشركة وتحفيزهم للتصميم التعليمي الخاص بمنطقة نجران المملكة العربية السعودية منهج العلوم الشرعية وتقديرهم هذا الشيء ونشره يعني طيب المعلمين نطالبون استاذ النورة يقولون لازم ناخد دورات تشرحين فيها كالية تصميم اللعبة يعني ناخد مثلا درس ونبدأ تصميم اللعبة قديش ممكن يحتاج منه وقت ما يأخذ وقت خصوصا للي عندهم مهارة في استخدام التكنولوجيا والردية طيب بإذن الله بإذن الله إن شاء الله أنا أتمنى أنه الوقت ساندني والله أنا شرحت لك أستاذة أريج صحيح أستاذة نور أنا قلت لكم غطفنا من اللقاء عشان تعرض لنا لكن بإذن الله رح يكون في لقاء إن شاء الله قادم بإذن الله بإذن واحد أحد شي جميل جدا رح يستمتعون رح يستمتعون جدا أتمنى أن يدخلونا على التجريدي بس ويشوفونا بشكل مبدعي بإذن الله طبعا الكل كان يقول لي ما ودي يشوف لعبة من الألعاب اللي صممتها استاذة نورا بس أنا ما أدري هل الوقت يسعفنا والله أتمنى يستاذريج نحن عرضنا على أنه ندوى أنا خلف نطلع من الشاشة نتكون ندوى وليست دورة تدريبية لو أنتوا قاعديني فقط ساعة وحدة لو معبريني أو معبريني أنه ممكن نطلع على أشياء أكثر وأكبر كنت فتحت الآن الوانزايد وعرضنا على أحد رح نعملها إن شاء الله رح نعملها إن شاء الله يعني زي ووركشوب أو اتخذ أكثر أتمنى عادة ما تزيد عن ساعة هي في إضاءات على التجارب أو أفكار أو نظريات وهذا الهدف من الندوات الإلكترونية وإن شاء الله بدنا لأننا كل يوم حققنا شكرا لك استاذة نورا شكرا لكل من حضار صراحة شكرا لمدخلاتكم الرائعة وشكرا لك استاذة نورا على عطائك وحظورك تقديمك صراحة أبهر تينا عمل جبار وأشكرك من جد وأشكر كل المعلمين أو المعلمات اللي قاعدة أشوف أراءهم صراحة أراء جميلة ورائعة يعني تلك العافية أشكر يعني شكرا جميع للفضور اللي أتحفوني الليلة بصراحة يعني بوجودهم وتعاونهم وبتفاعلهم هذا مما يتري أكيد يعني ويزيدنا تحديزا للعطاء والمزيد بإذن الله وبإذن الله بإذن الله لقائي غدا مع مدير شركة اللي تتاولوا بإذن الله أن يكون فيه تخفيض للرسوم ويكون فيه تعاون أكبر بين المملكة العربية السعودية والنظام الفنلندي بإذن الله شكرا لك أستاذة نورا شكرا لكم جميعا وفي حال راغبت بمشاهدة الندوة زي ما قلنا موجودة على حساب مبادرة عزيز التعلم الرقمي الندوة كما ذكرنا سابقا لا يوجد لها شهادات ولكن هي هدفها ونشر معرفة وعلم وعندنا تطلع إن شاء الله في الخطة المستقبلية لمبادرة عزيز التعلم الرقمي أن يكون هناك شهادات حضور لأي ندوة بإذن الله يعني الفريق جالس يسعى أنه يحقق هذا الشي وإن شاء الله نراكم إن شاء الله في ندوة قادمة شكرا أستاذ عليك في ملاحظة بسيطة لو سمحتي أحاب قبل أن نقفل أن أضيع عليها في بعض الشرائح خصوصا الشرائح الخاصة بالواجهات الرسومية كتب على الزاوية خطأ مطبعي طبعا كلمة خطأ ليست كلمة تيبو فأرجو التوضيح للزميلات والزميلات الحاضرين معنا هي سيبو البرنامج أو الشركة هي شركة سيبو يعطيك العافية على الجهة اليمنى لا أعلم أي مصدر خطأ لكن معدرات الإنكان يعطيك العافية يعطيك العافية أستاذ نورا مشكورة ما قصرتي شكرا لكم جميعا وكذا ننهي لقائنا لهذا اليوم شكرا لكم